اخوتي اخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ديرا غازوينا سمعنا باللي كي ناشي تحركات في وزارة الداخلية كتخص دكشي اللي انشرنا في موقع برلمان بوان كوم على التجاوزات والامفلاتات والفوضى والسيبة اللي واقعة في مدينة ميدلت وعلى دور العامل ومسؤوليته في المدينة اللي عيطت له وزارة الداخلية باش تستمع ليه حيث ريحته اعطت بزاف ولكن مازال ما سمعناش على شي تحقيق تفتح بخصوص الريع اللي واقع في الاراضي السلالية دي الغرب يمكن عاد جاي في الطريق وإلى ماجاش برلمان بوان كوم غادي يدير تذكير حيث الدكرة تنفع المؤمنين ولكن اللي اتفاجئنا به أن الوزير عبدالطيفوهبي قدم دعاوي في المحكمة ضد بعض الزمالاء وضد محامي ورئيس حزب اللي هو إسحاق جارية يمكن القضية فيها من الفيسكوبار الصحة عادة في التحاليل الإعلامية كان اعتمده إما على المعطيات وإما على وجهات نظر هنا يمكن تكون التحاليل خاطئة كيف يمكن تكون صحيحة وعلى صواب ده بغير نسول السيوهبي كون بغاو يدعوك المغاربة على كذوبك والتفليات ديولك شحل تكون عندك اليوم من دعوة؟ وخنته في التب وزارة اختصاصات ها قلالوا بزات ده بينا بغاو يدعوك المغاربة حيت قلتي ليهم ما عمرني قبل نكون وزير مع عزيز أغنوش وحيت وعدتيهم انت وحزبك وحتى حاجة ما درتوها وإلى المندوب ديال الثقافة اللي كان في تارودان تبغى يدعيك على الهضراء اللي قلتي ليه والإهانات اللي وجهتي ليه والتشهير في القضية المشهورة بالتقاجر وإلى النية بالعام ما بغى تفتح تحقيق معاك في قضية من تحتها وصحة تتجل من سوب ليك واللي سمعه المغاربة واللي فه ريحة الفساد والإحتيال بائنة وره خاص حتى أخنوش يدعيك على التهمة دير 17 مليار ديل الدرهم اللي قلتي ليه اردها المغاربة شمينا من ها اتهامات في الصرقة واليوم راه هو رئيسك المباشر ورخص المرأة المغربية يدعيك على الاتهامات الخطيرة اللي وجهتي لها واللي كتمس كرامتها وكتشكك في أخلاقها شحرخص من دعوة ضدك وزير العدل والقاضاء يقول كلمته وإلا بغي يبرأك يبرأك هنا بلا ما نتكلموا على حزبك كان قصد الأصالة والمعاصرة وبلما نفتحوا ملف خطير للممارسات السياسية في المغرب وبلما نتكلموا على صريحات سعيد النصيري في المحضر اللي كيدور هي بلية ضيقتي من المسؤولية سيد الوزير وانت عرفناك بقشبة واسعة وقيل حسيتي بصها تجايك إلا كانوا المغربة صابرين تعلموا منهم الصبر الله يخليكم وديرها غازوينا اشتركوا في القناة